كنا ننتظر هذا الموعد منذ فترة نعم يلا هو شوف يعني أنا بوفقها على شي واحد قالته هي أنه كانت تحكي أنه الفيدرال الأمريكي من أهم أنه بحاول يركز على الشفافية وهي كانت شفافة بأنه ما حكت شيء يعني ما عندهم شيء واضح يقوله يعني الستيتمنت وحتى المؤتمر الصحفي أشبه بدرس في الاقتصاد أنه احتمالات إذا حصل كذا سنقوم بذلك حتى يعني توقعات الأعضاء أنه برفع هذه الفائدة كلها مشروطة حتى هي بخلال المؤتمر الصحفي بتستعمل كثير كلمات مثل أنه مع أنه الأرقام انخفضت ولكن في مؤشر إيجابي تفتش عنه لا تحكي عنه مع أنه توقعاتنا هي أنه تخفيض يعني أني عدلوا توقعات النمو أصبحت إلى السالة بالفعل كانت توقعات من 2 قصة 3 إلى 2.7 أصبحت 1.8 إلى 2 في المئة ورفعوا التوقعات معدل البطالة على 2015 وبتشترط أنه تحسن البيانات الاقتصادية خلال 2015 لرفع الفائدة وبتقول أنه يعني التشارتس بتقول أنه العضاء يتوقعون رفع الفائدة فأنا مش عارف أربطهم مع بعض هالشروط طيب ولكن يعني حتى مع التراجكتري اللي عم نشوف يعني هي ذكرت على ما أظن نقطة هامة بأنه السوق لا يجب أن ينظر إلى متى فقط سيتم رفع مستوى الفائدة يعني أول رفع لي الفائدة لأنه بالفعل الكل يركز في الفترة الأخيرة إلى متى سيتم أول رفع لمستوى الفائدة ولكن يجب التركيز أن يكون على مصاعر رفع مستوى الفائدة صحيح بس هنا في نقطتين يعني هي لم تحكي نظريا صح يعني لازم النظرة تكون أشمل لمدة أطول وليس تركز على نقطة البداية بس الأسواق تركز دائما على أول خطوة ليش؟ لأنه متوقع أنه الفدرالي أو أي بنك مركزي لما يبدأ بعد سياسة تيسير كمي برفع أسعار الفائدة معناها تصار في سياسة واضحة للاستمرار برفع أسعار الفائدة لأنه انتقلنا من مرحلة إلى مرحلة أخرى فهي لما عم تقول أنه لا يجب التركيز على أول مرة حتى هي ذكرت بعد التلميحات أو حتى الستيتموت بتقول أنه ممكن نرفع سعر الفائدة بنسبة معينة مثلا في وقت معين ولكن بعد ذلك مش شرط أنه نستمر برفعه وممكن تأكوموديت أنه نحتوي ظروف اقتصادية تتطلب الانتظار يعني يبقى الباب مفتوح أمام جميع الاحتمالات بالنسبة لك يعني دائما في خط رجع للستيتموت الموجود ولكن بحسب الدوت شاردز نلاحظ بأن التوقعات بأنه قد نشهد يعني معدل التوقعات نشهد ربما رفعين لمستويات الفائدة خلال العام الحالي 2015 دعني أسألك بداية بالفعل مضلل جدا هذا ليس مضلل ولكن لم يعطينا ربما إشارات واضحة بس خلينا نقول أنه ما في إشارات واضحة مش لأنهم بدون يضللون أو يضلوا أسواق لأنهم ما عندهم قرار يعني مش مقررين أنه سنرفع بسبتمبر لأنه حطين شروط عديدة والمسألة هي ليست فقط بيانات اقتصادية لا وهذا اللي متحكي وحتى تأثيرات الخارجية بالتأكيد اليونان اليوم قد يلعب دور كبير حتى في تحديد مسار السياسة النقضية على سبيل المثال هي كمان ذكرت أنه حتى مذكور أنه البيانات الاقتصادية والتطورات الاقتصادية والعوامل الخارجية يعني خارج الولايات المتحدة الأمريكية وهذه نقطة مهمة جدا لأنه هي حكت مثلا أنه أو بررت أنه انخفاض التضخم بأسعار الطاقة الطاقة وضعها تحت الواردات وأنه أسعار الطاقة فعلا حسنا انخفاض أسعار الطاقة في بحث آخر بسبب انخفاض الطلب في العالم والكساد أو الأخرين طب مين قال أن الاقتصادات العالمية ستتحسن تتحسن أسعار الطاقة لحتى تلغي هالشرط الذي ستضطه مثلا كتبرير للفترة الماضية البيانات الاقتصادية أنا برأيي اللي عم منتظرينها لتتحسن ويعتمدوا عليها برفع السعر الفائدة لن تكون موجودة أنا أعتقد بالرغم من التوقعات العضاء ربما أحمد التضخم بالفعل قد لا يرتفع كمؤشر كهدلين ولكن لو نظرنا إلى الكور سي بي آي لو استثنينا الغذاء والطاقة من مستوية التضخم بل أنا نشهد فيه ارتفاع لا تعتقد بأنه يجب علينا أن نركز أكثر على الكور لا أنا تعليقي بناء على خارط طريق اللي حطتها الفدرالي الأمريكي أنه تحسن البيانات الاقتصادية بشكل عام على مدى الطويل المستدام يعني أنه بيانات الاقتصادية تحسن ونكون متجهين بشكل أنه متأكدين أو ريزن بلي كونفيدنت عم بقوله أنه ستستمر بالتحسن هذا الشيء بالأسواق حاليا بالاقتصاد مش موجود ولا هني عم بقوله أنه أكيد حيكون موجود بقوله سننتظر وعي عادة كذا مرة بالأسئلة والأجربة أنه نحن نتوقع أشياء ولكن لن نأخذ قرار قبل ما يكون البيانات تدعم أخذ قرار برفع أسعار الفائدة وأكثر من ذلك حتى الفيدرالي بالنسبة لي أنا اليوم عم بيقلل من قيمة قرار رفع الفائدة يعني أنه مثل مثلا موضوع لا تنظروا إلى الوقت تنظروا إلى المدى الطويل وأنه ممكن نحن نستمر في معدل فائدة أقل من المستهدف حتى نساعد الاقتصاد أنا برأيي هذا كله يندرج تحت عملية تحفيز يعني هلأ نحن بعملية تحفيز مموهة خلصنا من التسير الكمي الثالث اللي هو كانت عمليات تحفيز هلأ تأخير رفع أسعار الفائدة عدم التأكيد أنه انتقلنا إلى مرحلة أخرى يعطينا نتيجة أنه الاقتصاد الأمريكي ليس أكيدا أو ما فينا كلنا يكون مش كل الصناع القرار متفقين أنه عم يتحسن وانتقل إلى مرحلة جديدة بكل بساطة حتى لم تعطي ربما إشارة واضحة إلى إيقاف الاستثمار بالنسبة للعوائد التي ستحصل من الاستثمار الفيدرالي في السندات يعني البرنسفل سيوعد ويستثمر هذا ربما ولكن لم تعطي أي إشارة إلى ما سيتم إيقاف لا لا ما في أي إشارات اليوم يعني الإيزانية تتقلص بالنسبة للفيدرالي ما في أي إشارات جديدة ما في أي إشارات واضحة عن ما كنا نعرفه سابقا باستثناء أنه توقعات أعضاء الفيدرالي لبعض البيانات المهمة تغيرت للأسوأ يعني أنا بالنسبة لألي هذا الأهم أمر هنا وأنا بالنسبة لألي هذا يتجه نحو أنه تقليل احتمالات رفع الفائدة هذا العام هذا كان السؤال أنه ربما مراجعة تعديل هذه الأرقام الاقتصادية كان متعلق بالنمو وحتى بالنسبة للبطالة ولكن ألا تعتقد أنه لك تناقض مع الدوت شارتز التي نشهدها اليوم رفعين لمستويات الفائدة خلال هذا العام تقليل يعني بدأ السوق في الفترة الأخيرة لو تلاحظ أحمد يحتسب أن أسعار الفائدة قد يكون خلال عام 2016 ويسا خلال عام 2015 وهذا يناقض ما يذكر في في الأسواق يعني من الصعب جدا أصبحت أمور معقدة بالنسبة لتوقعات المحللين وما يقوله الفدرالي وما نلاحظه في الستيتمنت سؤالك نفسه وجه ليلا بالمؤتمر الصحفي أن الأعضاء يتوقعون هيك بس البيانات فهي وضحت أنه الشارت هي أنه عم تعكس آراء الشخصية لكل شخص حسب هو شو يتوقع البيانات الاقتصادية تكون في المرحلة القادمة ولكن عند أخذ القرار سنتبع البيانات الحقيقية هل أنت تعتقد بأنه خلال عام 2016 سيؤجر رفع مستوية الفائدة؟ إلى 2016 نعم مقاطسة شخصية نعم نعم أكيد ليس خلال عام الحالي لا يوجد أي بيانات اقتصادية إيجابية مرة أخرى حسب ما الفدرالي ستطلق لنفسه ولكن لو لاحظنا بيانات الاقتصادية الأخيرة شاهدنا تحسن واضح إن كان فيه متعلق فيها الاستهلاك في الوظائف في الإنفاق حتى المنازل عدت بيانات كانت اقتصادية في الفترة الأخيرة بس يعني متذبذبة يعني بدنا نأخذ الفترة كاملة بعدنا هلأ عندنا الرغل الأول اللي هو كان سيء بسبب شو؟ الطقس حسب ما يقوله أسعار الطاقة وأنه يعني كأنه فيه تأخير بالانتقال إلى سياسة إلى الوضع الاقتصاد المتعافي صحيح فيه لو ما فيه بيانات بعض البيانات الإيجابية كانوا يعني حتى ما فيهن يقوله أنه بانتظار شو اسمه بس هني بيستعملوا دايما كلمة أنه عندما يكون اللجنة الأفو أمسي يعني عندها قناعة ريزن بل كونفيدنت يعني أنه البيانات تتحسن بشكل مستمر كل ما عم بيستعملوا هاي معناتها أنه بعدهم ما عندهم ما عندهم ما صحيح يعني هاي معنا التفسير لأنه عندما يكون لدينا القناعة بأن البيانات تتحسن بشكل كامل يعني حاليا ليس لدينا ذلك طيب أحمد اليوم وكمان حتى نقول مثلا الأسعار اللي هلأ عم نشوفها يعني تفاعل السوق مع البيان مع القرار واضح جدا شو السوق فهم أنه الدولار انخفض فهمها بشكل واضح السوق أنه ما فيه رفع فائدة أو فيه تأخير برفع الفائدة الملاحظ أحمد بأنه حاليا الاسترليني تداول عند أعلى مستوى له منذ نوفمبر العام 2014 سعي الاسترليني اليوم عنا عاملين لأنه فيه بيانات اقتصادية جيدة كانت من من بريطانيا بريطانيا وتبعها ضعف بالدولار بس حتى تطلع على اليورو مثلا يعني اليورو إذا كنا عمنا نناقشه قبل البيان كنا بدنا نناقش اليورو تحت بظلة أزمة اليونان فعلا بس الأنقذهم واحد بالمئة حاليا اليورو يعني مرتفع واحد تلتعاش حتى مثل ما تفضلت قبل شوي أنت بالبداية أنه حتى عملات الاسترالي ونيوزيلندي كمان مخفضة حوالي واحد بالمئة الدولار عطاها دفعها كبيرة والذهب حتى الذهب يعني كان على انخفاض على أعلى مستوى الجلسة بتصور حاليا طيب أنا عندي نقطة هنا أحمد يعني اليوم مع تراجع الدولار إلى هذه المستويات ولكن في نفس الوقت الفيدرالي سيكون من أول أو إذا لم يكن أول بنك أو أول بنك مركزي يشهد السياسة النقضية بين البنوك الرئيسية هذا من الواضح لا تعتقد بأن هذا قد يخلق فرصة من جديد لشراء الدولار عند الضعف الذي نشهده اليوم لا هلأ كيفية استراتيجية يعني ما قلت رسمها يعني إذا نحكي استراتيجية للتداول أعتقد هلأ يعني ما في وضوح والأفضل يعني الانتظار لأنه هلأ بعدنا عم نشوف أسعار يعني ردت في الرأي يعني مباشرة بعد بس ما ننسى حاليا أن الدولار هلأ عم نقوله نخفض من مستوياته اللي كانت مثلا آخر كم يوم ولكنه بعده مثلا الدولار مقابل اليوم في أعلى مستويات من عدة سنوات مؤشر الدولار نفسه مش شايفه هلأ أديش بس أنه 94-30 بعده مستويات عالية بمسلا عدة سنوات فردات الفعل هاي مش مش واضحة بعد أنه لاتجاه العام لذلك كمان أنه ما ننسى موضوع اليوم هي مطر أقوله كتير موضوع قوة الدولار بشكل بسيط ذكر أنه ساعد أو ما ساعد يعني كمان ما في وضوح على أنه هل هم يستهدفون دولار قوي أو لا من عدة أشهر جانتينين أبدأت قلقها من الدولار القوي هلأ مع انخفاض الدولار إلى مستويات جديدة إذا شفناه عم ينخفض إلى مستويات اللي كان عليها قبل ما يرجع يعمل مستويات العليا هاي ممكن يعتبروا الفدر الأمريكي أنه يتماشى مع السياساتهم ويساعد بالتعافي الاقتصاد سيد أحمد أي تفسير من الممكن أن نضعه اليوم في السوق كي نشرح كيف اليورو يستطيع الصمود عند المستويات الحالية مع آخر التطورات التي شاهدناها في منطقة اليورو وخصوصا فيما يتعلق في الملف اليوناني في آخر أسبوع يعني حتى لم يتخلى عن نسبات الواحدة 12 اليورو في ظل كل ما تشهده يعني اليورو نعم صحيح بس كمان محطة بإطارها الأكبر يعني اليورو اليوم بمستويات أقل مستويات 12-13 سنة فكمان ما فينا نقول أن اليورو يعني بالمدى بالمدى القصير جدا يعني عم نحكي شهر شهرين أنه ارتفع من الـ 1.06 إلى 1.12 متأثرا بالدولار وبعض يعني الإيجابية التي كانت موجودة نسبيا بموضوع اليوناني بس بعض اليورو ضعيف جدا مقابل الدولار وهذا اللي عم بيساعد بعض الاقتصادات الأوروبية حاليا بالتعافي بألمانيا مثلا طيب يعني هل هذا يعني بأنه انتهينا من مسيرة التراجعات بالنسبة لي اليورو لا ما انتهينا المدى الأبعد يعني لنهاية العام أو بداية العام 2016 أنا برأيي سنتجه مجددا إلى مستويات منخفضة وموضوع الـ parity مش منتهى موضوع الـ parity يعني التعادل 1-1 مقابل الدولار ما ذلك توقع أن نشط parity ايه اقتصاديا وأساسيا يعني بالمدى الطويل أعتقد أنه متجهين إلى هذه المستويات التوقيت تبعها بتأثر لأنه في عوامل كتير بتتحرك وبتغيرها هلأ كان في الفترة الماضية لما وصل إلى 1-06 1-05 حتى 1-04 حدود 0-04 كان في جو عام أنه متجه إلى التعادل وعاد ولكن هذا لا يعني أنه انتهى الموضوع في عوامل أخرى طبعا لأنه كان انخفض بشدة بوقت قصير فصارت عمليات تصحيح وهلأ عم بتدول بنطاق يعني مش كتير كبير يعني وهنا أعود للسؤال الأول تحديدا بالنسبة اليورو لا تعتقد بأنها اليوم جانت يلين أعطت فرصة لمن يريد بيع اليورو من جديد أو الدخول من لم يلحق في هذه التراجعات أن يعود ويدخل عند هذه المستويات أو قربا هذه المستويات يعني كثير صعب أنك تحدد أنه بيع اليورو أو شراءه حاليا لأنه بعد عندك أزمة اليونان بالأسبوع الأسبوع القادمين فيه ممكن تدفع اليورو سلبا أو إيجابا بس هاي عم نحكي بمدى قصير جدا المدى الأبعاد اليورو متجه إلى نقطة التعادل لا يعني وهذا لا يعني أنه مش ممكن يرتفع أكتر اليورو ممكن يرتفع فوق الخمسة عادي طيب ممتاز الذهب كما أشرت أيضا أنه ارتفع ولكن الذهب كان ربما أكثر الأدوات التداول مللا في الفترة الأخيرة ومازال ومازال خلينا نعطي مثل يعني ردت فعل الذهب على اجتماع اليوم قديش كانت 6-7 دولارات يعني أيام عزد الذهب كان يكون طلع له مثل 20-30 دولار بها الحال عم بيتداول بنطاقه اللي هو بين 1160 لـ 1220 وـ 1230 وسيستمر في ذلك لأنه أساسيات الذهب أنا من الناس اللي بتقول وفي ناس كتير بيخلفوني الرأي بموضوع أساسيات الذهب كمالات آمن تغيرت يعني أنه لما يكون فيه أزمات اقتصادية أو عظم وضوح الناس تتجهل الشراء ومثبت ذلك هلأ نحن حاليا إذا بتحكي بأوروبا في أزمة لم تشهدها أزمة اقتصادية مع اليونان أنه ممكن دولة تخرج من عملة اليورو وممكن تنهار الدولة وممكن صندوق النقد الدولي وأوروبا وكل الدائنين ما يحصلوا فلوسهم والذهب مستمر عند هذه المجتمعات الحالية سيد أحمد أين ترى فرص اليوم في السوق بغض النظر عن الاجتماع الفيدرالي اليوم ما الذي تنصح في استراتيجية التداول إن كان في الأسهم إن كان في أسهاد أنا برأي مثلا كنا عم نحكي من قبل على أسواق الأسهم لما كانت عم تسجل المستوى التاريخية وكنا منحذر من بعض أنه الاندفاع بشكل كبير لأسواق الأسهم لأنه ممكن يعني رفع أسعال فائدة أو التضخم الكبير في أسعال الأسهم ممكن ينعكس سلبيا أعتقد أن الفيدرالي الأمريكا عم يعطيها مجال أكبر لأسواق الأسهم لتستمر في التضخم في الأسهم يعني ما بدي أسميها تضخم حاليا في الارتفاع أو في المحافظة على مكتسبتها لا تريد تسميها تضخم لكن ألا تعتقد بأنها مقيمة بسعر أعلى حاليا الأسهم يعني إذا نقشها هي على حد أنا أعتقد أنه أسعارها مبالغ فيها ولكن من خلال السياسة النقدية المتبعة حاليا أعتقد أنه عم يعطوهم أكسجين لفترة أطول يعني لا تنصح الدخول في سوق الأسهم حاليا لا أعتقد أن سوق الأسهم سيحافظ على مكتسباته يعني يبدو أنه أي تصحيح كبير فيه أو انهيار عم يبتعد حسب ما نشوف الفيدرالي الأمريكي عم بعض السندات بعد الموجة الأخيرة التي شاهدناها السندات هي نتيجة لملخص كل السياسات الاقتصادية أنه وين يتجه المستثمرين أو الدائنين من حسب أي جهة بتاخدها أعتقد السلوف الذي صار الفترة الماضية وأثر على أسعار السندات كان له أسباب وبداية من أوروبا فيه تيسير كمي وشراء سندات وخوف من الأزمة اليونانية وإلى آخره أعتقد لن نتغير كثيرا في فترة قادمة